وننتقل معكم مع عبدالله الجنيبي ماذا فعلت عبدالله الجنيبي المسجون أو سدد الدين أو سلف المحتاج لدق بابه هذا هو اللي عمركم وده سنين ما وديك أعمار الثنين اتشابه ما وديك أعمار الثنين اتشابه كارك عالمي هذا علوم يا سلام يا سلام يا أبو عابد ما المواهب ما قلت أنك مو يشد ما شاء الله الصوت ما شاء الله جميل ما أبيها حصرية أبو صالح أبو عبدالعزيز جاملوني في كل شيء غير في الصوت لا والله والله صوت والله صوت ما شاء الله طبعا الجمع ما بين الشعر والصوت وخيال ووبال هذه ما شاء الله ما بقتلنا شيء في المراجل يا أبو لا لا طول الأمرك ما نتعداكم الله يسعدك الله يسعدك علومكم أنتم مناك حص تغير كأن شيء يتغير عنكم اي 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 اخبار اخبار الحياة واخبار المطر واخبار والله أبشرك والله أبشرك إني نعدلكم شاهي عالمي ها تخرفوا بمجانيكم يعني ها تخرفوا بحفادكم من حلاوت الشاهي المناك حقك ما خلانني ننام اليوم أنا يعجب لي عبد الله أن ما هم متصني يتكلم على قولتهم على الشريقة أبو عبد العزيز بعادي لازلت شوية متأثر في أخواني السعوديين حاولت تكلم نفسهم لا 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 نبغاك على ما أنت أم عارفيني ها شوف ها أم عارفيني فأنا أنا والله شوف أنا ترى يعني بس ما سمعت ولا عارف قصدك والله لا لا يعني أرمز أرمز خلاص تم تم مني وغادي خلاص بأتكلم بلهكتي علوم وخبور ما شي غير الخير شي علوم ولا أخبار خبور خير ها دي مال الجنوب عندنا هناك في صلالة تخابرون بذيها الطريقة خبور خير وسهالة علمك أني عماني يعني لا تخاب لا إن شاء الله تزورونا في عمان يا مرحب بإذن الله أنا زرت عمان زرت صلالة ومسقط جيتها برا وجيتها جوا ما شاء الله أنا يعجبني الخريفة في صلالة والمناطق على البحر هناك نعم صراحة فيها آيات الله سبحانه وتعالى يعني البحر والجبل والرمل والربيع كلها مجتمعة في مكان واحد لا لا ما شاء الله ما شاء الله فيه هناك أجواء ومناطق وجبال مرتفعة وامور زينة شرايكم حار بحار ذهب الشاهي يبلكم مبسطين العماني الخاصة يعني ما شاء الله عندك لا لله شوفوا يوم تابعين هذا شاهي عبد الله اللي عليها الوصف مساعد الرشيدي الله يرحمه ويتجاوز عنه بيت بيت عظيب بيت تحط له سبعين خط تحته يبقى تحاول تقامل في جميع المواضيع وفي قدر نفسك لا تحاول تقامل فبعض المواضيع تحتاج من جاملة إلا في نفسك صحيح بعض هنا جاملة وفي نفسك لا تقامل حاول تقامل في جميع المواضيع وفي قدر نفسك لا تحاول تقامل انزيل شاء الله يا سلام يا سلام شاء الله أنا الحين لجيت وجاملتك على شيء يمكن خطأ رح يضرك أنا ليش أجاملك من البداية شوف عبد الله يقصد بعض الأحيان يعني لا لا في مواقف لما نجيك واحد يستشيرك بشيء لا تقامل وخاصة إذا أخويك شكرا الكوب الأول ومعنش الكوب الثاني بفلوس خلاص من جاملك ان شاء الله فهذا من المواقف اللي الخطأ اللي تصير لا تقامل بعض أحيانا مجامل بعض هانا مجاملة مجاملة اشتركوا في القناة